السيد السيداني يوصف على أنه ليس من صناع الأزمات ولا يشتغل بطريقة أو يصنع الخنادق المتقابلة هكذا قالوا عنه من البداية لكن هناك قصة تستحق أن نوثقها لما وضع سقفا للانتخابات المحلية وهو يدرك أن هناك المكون الأكبر ما زال مقاطع لماذا لم ينفتح لماذا لم يتريث في تحديد وقت للانتخابات المحلية حتى يستطلعوا رأي المكون الأكبر السيد مقتدى الصدر وينفتحوا معه في نقاش حتى لا تصنع أزمة داخل أزمة لماذا لم يفعلها هو والإطار حتى يحدد موعد كأنك وضعت قدمك على اللغم شعرت يتموتني لكن أنت جبت رجلك وحطيتها منه أنا شو نعلاقتي ايه والله صحيح بس خلي رجلك خلي خلي رجلك فالدقيقتي نعلّف بس تحقيب على دكتور إحسان وأرجع لك إن شاء لنشير رجلك ما سمتعوفني أنا لحظ دايز ايه لا 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 ضل دايز ايه نرجع لللغم ايه يا عزيزي ايه اذا إذا إذا رأي إذا أنت تكلمت لماذا لم يؤجي الانتخابات وهو ألزم نفسه في البرنامج الحكومي المشكلة أنه البرنامج الحكومي قال إجراء انتخابات مبكرة تمام لم يحدد هوية هذه الانتخابات لم يحدد هوية هذه الانتخابات فتم الاتفاق على أن تكون محلية طيب إذا رجعنا للسيد الصدر السيد الصدر لن يقتنع بهذا المبرر السيد الصدر لا يقنعه إلا شيء وهو الذهاب إلى انتخابات مزدوجة محلية وبرلمانية سلة واحدة لأنه الصدر الذي فرط بسلة الذهب يرضى بسلة الفضة لا أكيد ما يرضى لذلك هذا الموضوع الانتخابات المبكرة وأنا أقول لك موضوع الانتخابات المبكرة سيؤجل لما بعد فرز نتائج مجالس المحافظات سجلها عني وضع الخارطة السياسية ما بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات لن تكون كما كانت في السابق بمعنى ائتلاف دارة الدولة والإطار التنسيقي كلها ستتشكل من جديد ستتشكل ائتلافات تنصب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بالتالي هذه الخلطة الحالية ستنسف لأن هذه الخلطة غير متوازنة أبو الأربعين قاعد حال حال أبو العشرة أبو الخمسة هذه كلها ستنسف وأنا أقول لك حينما يحدث هذا سيحدث اختلال في العملية وهذا الاختلال لا يعالجه أولا انتخابات مبكرة تمام يعني رجعنا للنقطة اللي وضعوها في البرنامج الحكومي لكن في البرنامج الحكومي قالوا قبل عام قبل عام لكن هنا تجاوزنا على العام بقليل هسا ان شاء الله ما تقس سحبنا بسمهر الأمان والأمور تمام خليها تقق بمكان ثاني خلي روح الشغلة هالمرة على عدو وعدوك ان شاء الله هالمرة انتظل دايس بمعنى افهم من كلامك انه الجماعة مفكرين يحسمون الانتخابات المحلية يضعون اقدامهم على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات ويرتكزون عليها وعلى مشاريعها وعلى اموالها وبعدين يذهبون الى الانتخابات المبكرة يكون مطمئن فلوس الدعاية طالعة قيادات عدة حكومات محلية تضغط على الجمهور هكذا التفكير استاذ علاء لا انا هنا اختلفك لا الفلوس موجودة ما احد اليوم بالعمل الاساسي محتاج فلوس صدقني بس هذي الشباب الزغار الاساسي هو قوائم وهم اطمنك حتى هذي الشباب المدني هم ذوبة الاحزاب لانه بعض القوى عملت بطريقة اكلوا نفسي قبل ان يأكلني غيري بمعنى انه سواء لحزب حزبيين ومدهم من جوة جوة انا مروحوا وشي يجي منكم من عمالة مقعد مقعدية نحسن من الماقر يعني كلها تاكل او تشتيت اصوات اه استاذ علاء كلها تاكل ممتاز هاي ما يعرف بيه هاي انت تقول هسا دولة الاكبار عدت المفلوس والزغار هم قاموا يوكلونهم يعني الزغير ياكل والتشبير ياكل على الفتشين المهم نرجع الموضوع نرجع 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 الموضوعنا هل انه الغاية انه انتخابات مجالس المحافظات التوميل هو الذي سيقرب الانتخابات المبكرة اقول لك لا ولكن النتائج النتائج ستفرض نفسها لان اليوم حتى داخل الاطار هناك قوى ترغب بالانتخابات المبكرة لا تمانع يقول لك انعاد الصدر بانتخابات مبكرة لنذهب اليها لكن هناك قوى ترفض الانتخابات المبكرة وتريد ان تحافظ على ما هي عليه الآن حتى تستعد جيدا حتى تستعد جيدا بالتالي هذه الانتخابات المبكرة يعني انتهاء حكومة لذا هذه القوى ترفض لكن القوى الاخرى ان اتت بنتائج جيدة ونتائج قوية وتقاربت مع القوائم الصاخطة على الوضع الحالي التي صاخطت بالعاونة الاخيرة تقاربت معها وشكلت اكثرية لا قل لك كاكا مسعود سيتبعهم وسيذهبون جميعا للانتخابات المبكرة وسجلها عني ونقعد ونسورف بها نعم واني هاي الايجابية الوحيدة ممكن اللي يعول عليها بالموضوع كله روش